نتناقش مع ضيفي في الستوديو الدكتور فتحي بخيار طبيب عام هكذا دكتور حتى ما نغلطش نعم طبعا موضوعنا سيكون مع دكتور فتحي بخيار عن اضطرابات النوم ونتحطوا عن النوم الصحي تأثيرها على الإنسان بصفة عامة على الأطفال على الكبار في السن نتحطوا أيضا على هذه المشاكل بالتزامن مع الدخول المدرسي الدخول الاجتماعي بصفة عامة ونتحطوا عليها هل هي نحاول نعرف هل هي أسباب نفسية أم هي أسباب عندها علاقة بالجانب العضوي طبعا ضيفي في الستوديو كما سبق لي وأن قدمته الدكتور فتحي بخيار طبيب عام صباح الخير سيدي شكرا لك على تلبية الدعوة مرحبا بك في الستوديو والنهار شكرا لكم إذن خلينا نبدأ دكتور من النقطة الأولى اللي هي اضطرابات النوم يعني دايما الإنسان يعاني من مشكلة يقولك ما ليش نرقو دمليح ما نقدرش نرقو دمليح وبالتالي نحاول ونعرفه أسباب هذا المشكل أسباب الاضطرابات في النوم وشنية الأسباب نتاعه وكيفاش نفرقوه نفرقوه عن النوم الصحي أسباب حقير عليكم النوم باش نعرفه النوم ببساطة النوم من قسم على قسمين نعم الصومي في هزوج قسمين بس موحد يقوله البريمير بارتي الجزء الأول هو الصومي تعالي الصومي بروفون كان صومي بروفون كان واحد الصومي يقوله هذا وين الإنسان يدخل بالتقسيط يدخل النوم النوم البرادوكس النوم الريبراتور اللي يجعل الإنسان يرتاح وفيها تقدر تكون ساعة ساعة واحدة تسعين دقيقة في هذا الجزء الأول من النوم وين الإنسان نشوفه مثلا يكون إنسان يتحرك في النوم تحرك حركة جسم في الجسم يتخبط يتقلب نعم صحيح ومبعد يجي النوم النوم هذا البرادوكس وين نوم الإنسان يهدأ وهناك وين يكون في المرحلة وين في المرحلة الأحلام وهذاك وين نوم الريباراتر اللي الإنسان يسترح فيه وهذا في الليل ديفون فوتوا ربعة خمس خطرات دايما هذ المرحل تجري ربعة أو خمس خطرات في الليل في النوم الإنسان ستجي هذا النوم الأول ثاني يعود نوم الأول ثاني لإنسان وفيها في هذه الخطرة يكون هناك البرادوكس هذك النوم اللي فيه الاسترح التامة تصرف في الرابعة والخمس للمرحلة أن الإنسان يوصل إلى هذه المرحلة يعني أول قدم له إنسان يكون يوضع على 12 وحدات أصبح هنا يقع يكون عدم ما تدرش كامل هذه المراحل 4 أو 5 الإنسان تتلزم 4 أو 5 مراحل لتعنم هذه المرحلة دكتور ما هي الطرق العلاج من هذا أو برأيك الأسباب وما هي الأسباب هي الأسباب قد تكون الأسباب النفسية والأسباب تاني تكون أورغانيك يعني عضوية العضوية يعني إنسان يكون مريض طبيعة الحال إنسان يكون عنده حماة ولا يكون عنده مشكلة في الكولون يعني مشكل عضوي بطبيعة هذاك الآلم وهذاك الآجان الإنسان تخليش يقود فيه حاله ولا غير آلم صغير في كاته مثلا إنسان يكون عضوي ما يكونش يعني حاجة ما تكونش خاطئ تكون صغيرة ولكن يقع فيها الدل وكان أسباب نفسية أسباب نفسية تكون أولوها أولوها إنسان مثلا الحاجة اللولة اللي تكون نفسيا إنسان يكون عنده هموم يعني سترس نعم قلق قلق بزاف هذاك القلق مثلا اللي بزاف كثير عنه هذاك القلق التاني يكون هذاك بكثرة يجعل إنسان ما يرقبش يبدأ يخمم هي هذك تخمم قبل ما ينام ديجا هذك رح يتبرتربي لأنه متاع إنسان كي يرقب بدا يخمم صحي وش يدير خدوة وش يعني يكتر عليه التفكير وهذاك تفكير يجعل يكون يعني ديبرتير باسم في نصو ميتاع هذاك نعم كين ثانية يكون مأكولات إن شرب قاوة يعني في الليل منبهات نعم وحاجة أخرتين أتخذ حاجة أخرى يعني إنسان يكون مثلا بزاف يكون يتفرش في الجهاز الإلكتروني بزاف ومالي بورتاب لأيفون وخاصة الأطفال الأطفال هذاك ستين ستيميلوس ستين ستيميلوس وين علاش تكون فهم يعني نفهم طريقة علاش لأن الإنسان قبل ما يدخل في مرحة النوم مرحة النوم يكون هناك كبريباراتيون كيفاش كبريباراتيون يعني قبل ما تقضي واحد ساعة أو لا ساعتين توجد نفسك كبير أو صغيرة صحيح هذا هذا المنبهات الإنسان ما يدرش حاجة المنبهات يعني واحد الموسيقى فورت الصوت عالي اللعب هذك تهريج كمولي يطرود دو كوميدي هذك يعني إنسان سربوا تعو سربوا تعو أنا ناشط بزاف ما تقلش ناشط بزاف في لحظة تقولوا رقد صحيح توجدوا توجدوا ما يمحة الطفل يعني يعني نهضروا على كيفاش نحالجوا نعم نروح نشوف برك يعني تحدثنا يعني جملنا الأسباب والتعلي اضطراب النوم في الجانب النفسي تحدثنا عن القلق وقلنا الجانب العضوي عن ربما الإنسان عنده أمرض لكن دكتور هناك نقطة هو كين اللي عنده اضطراب دائم في النوم يعني ناس عنده اضطراب دائم في النوم وكين نقطة أخرى دكتور ربما اللي يتسائل عليها الإنسان وأنا واحد من ناس نتسائل يرقد مبكرا لكن الفطنة تعومت فيما يفطن شبكري يعني 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 الإنسان الإنسان دون فهمك هذه المبدأ التحي يعني بتعرف النوم كل كل دات عندها عندها يعني إن كنتيتي عندها واحد إن كنتيتي تعني متاعش حليقود كالي يقدير يقدر أخذ سواع ستواع يعني يكون هناك نوم عنده ممتاز كما البيب يرقد حتى 17 ساعة يعني صغر إنسان كي يكون سقدر جزبات ساعة عشي حبا يكبر بالعقل يقبل حتى يولي سبعة إحنا مثلا كما إحنا ولن هايضا للاشتراعنا السن سبعة سوية مسوحة مفيدة مفيدة في النوم لكن الإرهاق الإرهاق هذا كدام متواصل مثلا في العمل تاكم عندكم إرهاق متواصل في العمل تانا هي إرهاق متواصل في بعض الأحيان حتى أولي أنه قد ربطاش ساعة صغيرة هي لماذا لأن الإنسان الإرهاق رؤون المتواصل لأنك في كل مرة كين تعب عظيم وراه يتراكم يتراكم بززاف يتليم تليم 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 حتى التفكير عندك دايما مشغول يعني بطبيعة الحلقة ترشعله لعمل تاك ما يستلزمش باش ما تكون يعني ما مصراح حكذا وتفيه تفكير يعني إرهاق يعني ينصر مناش بسيكولوجيك يعني كما الإنسان اللي عنده مسؤولية مثلا عنده إرهاق فكري حتى هذا يجعله يعني نوم تعك نتا تقول علا شوان عندي يقولني دائم مش مش دائم كنت فكر فقط في الزمان وين مثلا تعدى تقرأ في الدراسة تاك يعني كنومر ممتاز كتقض في العمل في الشغل يعني لدومي البرفزيونال وين لنومتاك ولا سواديزون ولا عندك ميكاني مبرترباصي وصوميتاك حتى حنا لنا ولكن يعني باش ندخلوا على هذه للمنزل من أول هل الإنسان مثلا في بعض أحيان في بعض أحيان هذه القيلولة 5 دي ملوت 5 دقائق ستون إنسان اللي عنده السترس مدر به في اليوم 5 دقائق يغفل يستغل الفرصة 5 دقائق لا تقول ليش ما عندنش 5 دقائق هذه في المكلفة مرات وين إنسان يشعر بالنعاس يعني تجيك أنت تكون قاعدة تجيك هذه النعاسة تحب تغفيها يعني تحب ترقدها هذه يعني هذه صابوها بالليل إنسان هذه علميا تجزيك على القيلولة كما كان أحتفى في الدين تعالى الإسلام على كل حال يقول لكم إنسان سبحان الله في هذك الوقت يكون درجة الحالة إنسان تترقص ودرجة الحالة كيترقص هي من هي اللي تتمهدك للنوم يعني تصرحتها في الليل في هذك يتجيك 12 ونصف الوحدة درجة الحالة تعالى ترقص ترقص وهذك درجة كيتهبط شويك شوه تهبط هذك تعطيك تبيد لك هذك اللوروج هذك تعالى اللورجبيولوجي تعالى اللي رقد شوية وهذا كل وقت قد ترقص خمسة عشقات نظم جديد كان الإنسان يقول لكم نرقوديك شوية يترقل لهم في الليل صح صحيح كان قد تخذ العشقات خمسة نهار هذك القيلولوجي فللي يترقل لهم هذا من الأفضل مايرقدش بسكوا على باله باللي فللي مايرقدش كان لي لا لا الإرهاق هذاك ترقوديك خمسة عشقات تعطيك هذك القوة في النهار تاعك مستف ناس يسيوها من ناس قودع ما تعبقر لكم القيلولوجي يعني هذك انت المشكلة ما تقول لي أنت كم الناس كانت طريقة النوم كيفاش تتعلم ترقد كيفاش تتعلم ترقد مهم احنا كبارو نعاودون نقدرون نتعاودون نتعلمون نرقدو بش نرقدو النوم كامل ويعني وريباراتر مصلح يصلح حددتاك يطف فيها بزر أمور تصلح حددتاك يفهم هرمونات يعني تكون هناك مام في الذاكيرا يكون هناك في حتى الذاكيرا ينسى كين يرقدو مليح صحيح يعني سي تقرأ كاش حاجة قرأها قرأ في كتاب حاجة ورح ترقد تمتم رح ترقد ما تهدرش ورح ترقد وقد صبحت شفاء وش كنت تقرأ مام طفل دي فالقلو لرقد يقول كلها خافرين سقدوا عندي أمتيحان قلو صايحة حبة سرقد فهذه كل رقدات تعوي كان السيستام وليه في السربوة للإنسان وين عباري يجمع يعمل لكم معلومات ويجعلهم دي في شي في السربوة للإنسان دي في شي دكتور فتحي ربما نقطة أيضا يتسأل لها المشاهد ولا ربات البيوت والأمهات والآباء هي خضية أنه مثلا بالنسبة للأطفال وبعدها رح نحكي على الدخول الاجتماعي هكذا لأنه نقطة قبل ما تروح لنا الفكرة هي أنه مثلا اللي عندهم أطفال يرقدوا خطرة في النهار مثلا عندهم أطفال يرقدوا في النهار يبكروا الصبح لكن في الليل ما يرقدوش وما ينوضوا بكري كيلي حتى ربما ينعر بعة أصباح ينوض لبيبي هداك ولا طفلاه هديك ولا تنوض تبكي تفطن خلاص تولي ما ترغبتش لكن الأشياء ما يرقدوش في الليل يعني يعني يديروا روطار في النوم مساعدة يعني يعني البيبي عنده أنسيك عنده أنسيك فرقادو أكبر كأنسيك فرقادو وسي نرمال في اللول كيكون عادة يتأقل مع الموحيط الخارجي كيكون قبل ما يزداد عنده نوم عنده سبيسيال تعوي يعني نوم سبيسيال تعوي وكي يتبدل عليه ذاك الحص يقول لي ينوض على بعض الصباح يجوع عنده كل ساعتين لازم يأكل يعني هذه حاجة عادية طبيعية طبيعية تصرا هذه من بعد كي تهيئ البيبي مثلا كيوصل على سيم وطول فو باللزام باللي مثلا ما ينوض يعني ينوض ربعة لخمسة على الصبح يكون هناك يعني كشغل ما تهرجوش بالزاف يعني ما تهرجوش ما تلعبش معه ربعة لخمسة مثلا صحيح يعطي يعطي يأكل حيطي يأكل وتحدث معه يعني يتحدث معه يفهمك يفهمك تحدث معه عادي وما زال الحال روح يزيد القد هدر معك مانا هدر معك يكون روحي يعني يعني تحدث كأنه إنسان كبير عادي يا ولدي ما زال حال شوية نوض على التمانية ما زال حال شوية وهادي طرب عادي وتمهله هو على البالك هو يفهمك العلم الذي يتبرهن باللي الطفل يفهم كل وش تقوله حتى يكون في بطنية ومش يفهم وش يفهم يعني تتمهدو الطريقة المحملة تربيح حتى بالكلام هو رئيس مالك وعطيها كمان هدوك الكنديسيون الكنديسيون لا تخليش الضوء بشاعة قوي مثلا ناردك ربعة خمسة أصبح بشي يوال في رقود يبلاق في النمو يقول لي ما يفقش عربعة ميجوش قد يجوع على شوية يعني لازم تبدل الأمور تعو يعني يعني بالنمط التعوي تبع النمط على الكبار يولي يمشي بالسيستام اللي موجود دخل للبيت نعم حتى هناك بعض ربما الأسر أنه عائلة حيوية يعني حتى في الليل ما ترقوش تلقى أولادها ذرير صغار يعني كل سنين ما زالوا حتى 12 تعليل وحدة تعليل نايدين يدوروا يعني برا نعم صحيح يعني أنت تقول فالدمر يحبير قولي تعلم أنت تبع كويت بالكبار نعم دكتور حتى داهمنا الوقت في بعض النقاط أو السعنة فيهم باختصار فقط نحكي على تأثير طرابة النوم على يوميات الإنسان بالتزامن مع الدخول الاجتماعي كيفش نقدر الرقلي وهذا المشكل قبل ما يعني ونحن يعني رانا في الدخول الاجتماعي يعني يعني بساطة ديشاء المؤثيرات المؤثيرات إنسان طبيعي يقول يولي عدوان أغريسيف صحيح أو كلمهوش مووي بي يطر معك صباح الخير يلصق هذه حاجة طبيعية كي يركز في العمل يقدر يركز في العمل تاوي يركز مم تركيز يركز له اختر ناقص ناقص أو ناقص مثلا وزيد مم عندي يبقى على بالك يبقى على بالك يقول بالنقص أنه يتمد لك فاكتور دوريس يعني فاكتور دوريس تعال الكونسير فاهم الإنسان يبقى يعني يبقى لا تكوش عندي يخدم 100% يولي 30% 40% ويأيا في النهارة هو ماشي ما هو يحب يخدم هو يخدم معه رعيان حتى يسهل صحيح معه يسهل هتفهم هذا يعطي لك تأثيرات ويكان بزاف كثير على كل حال يعني وكيفاش والطفل باللسبة للطفل طفل يرح نسيد أو يقرأ أو يقرأ ورعكي يفوها صابو راقد في الطابلة راقد الطاولة لا راقد عبك تركيز تعوه ما كانش تركيز تعوه الطفل يعني وزيلك حاجة أخرى والطفل عبك نموت 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 نقص نموت نقص يعني يعني نورمون هرمونات في فضل النوم هذيك هرمونات اللي جعل الطفل يكبر ممتولي البروبلم دوك رواسانس سبس يقول الطفل تعيي ماشتش طفل بزاف يكون قليول يكون قليل ما عندهش واحد يكون إيبار يلعب بزاف ما يرقوش تكين هذا التأثير تأثير على الطفل يولي عنده تركيز ما كانش يعني ويكون بزاف يعني حتى ويكون يبكي بزاف البوكاء في النهات جو هل يبكي هون قسم متعليل صحيح نعطيك تأثير هذو نعم والطريقة كيف نعالجوها الطريقة بالنسبة للإنسان اللي عادي قلت لك يمهد نفس يجي يرقوط أنا مضالي لازم نرقوط على التسعة العشرات عليا المر الأطفال بيانسور التليفزيون لصنقاوي هذو لالوميار بزاف هذو نهمدها ويجمع ونبريباري هما نقول محن مشينا كل دركاء باش نوجد رحنا رقوط الأطفال يستوى كيف تشوف الصوت يكون عالي مثلا قلوه بالعقل صحيح صحيح يبدأ بالعقل صحيح بالعقل يعني مام هو يقول مام هو ينقص لك في الصوت يعني بشانتك كيف اشترك اشترك نعم نعم على بل الموضوع هو مهم جدا جدا دكتور فتحي بخيار طبعا لكن أنا نودك أنه أيضا نقش موضوع مثل هذه مستقبلا و يعني كل ما يهم الأسرة وهم المواطن يعطيك صحة بارك الله وفيك لحضورك معي في هذه الصباحة شكرا لك ويومك موفق اشترك